تجيني طالبات وتعليقات كثيرة منكم اللي يطلب سعيد واللي يطلب عصام واللي يطلب بدرمين يا جماعة هذا مو ما يطلبوه المشاهدون هذا الرياليتي شو اللي قاعد أسويه يعني الشي هذا اللي قاعد أوريه لكم هذا مش مكتوب هذا مو تمثيل هذا شي غبي يصير قدامي أصورة وأعطيه لكم عموما الآن خلونا نشوف آخر طلعات أبو مرضي الله حلوة طب ادفع وجع بس كول يذوق بعدها ادفع لا مش حلو لا كنت تسوي كده بعد الزبايل انت لا لا يا زلمي هاي منقيش مرضي جايبها عشان أعمل زيها للمخبز الله حلوة صلاحة بس تسوي زيها تقدر وما تقدر طبعا بقدر بقدر أعمل حسن منها كمان بس لي صرت صغير وش شو اللي يذوق إذفع يعني ولا يعني لا لا نعمل هيك تاق على المنقيش نقول منقيش مرضي ثلاث ريال ودع انا قدفع أتو مواقع عالمية مواقع عظيم طبعا تكتب منقيش مرضي لا تكتب عليها منقيش زعتر وبس قبل انت منقيش زعتر طب خلص بطلنا بدناش بطلت بطلت ماشي قلي ماشي صار لازم تدفع على فكرة اخوان فلع عرفتوا الحين ليش اسميها ابو مرضي بس اسمحولي الله يخليكم بس بعددنكم استحضر ابو مرضي أمامي وسألكم سؤال ابو مرضي أنتوش قصة أهلك مع الهياط الحين أنت ما تدخل في تطوير المبيعات جايب منقيش في البيت عندك ونت بتحطها في المينيو حق المخبز ليش يخو يضبط شغلك في المخبز بعدين تعال سوي اللي تبيه بعدين ليش يمسميها منقيش أمامي رضي الحين أمامي رضي بزعمك عندها عيد ميلات وانت بتسوي لها سبرايس مثلا عموما لا تنسونا من اللايك والسبسكرايب على المقطع لأنوا تدخلو معنا على سحب على طقمين شطرطون من قسم الأدوات الكهربائية الموجودة عندنا وعلى فكرة بناسبة الفلنتاين عندنا شطرطون أحمر يعطيكم العافية لحظة 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 شوين رايح مدرعم أباروح طريقي بحلال يا أخوي يصبر وشي يصبر مشكها تسوي بتشوف اليوم أوه بشوف بسمع يالله تسوي أي شيء يعلمني أوكي عشان أشوف تسوي هذي كده بس خواني تانكيو وليد هلأ مشكها تسوي سعيد مفروضة شي الهم سعيد ومع متر أتوقع بيطلع لي بشي حلو مرة أو أثقى اليوم شو؟ أوكي ولا شيء اسمع وين حصل الأشرطة حق الأنظمة المراقبة هذي القديمة؟ ليه؟ بسوي فضيحة ونوى تمسحها غير فضيحة أني شغال هنا؟ ها ها تنكد أنت وأنا فكرة ما عاد فيها شرطة كلها هردسكات وتمسح نفسها بنفسها يعني ما عليك خوف الخوف ما يجيك ها ها يا خلق رضيحة أنا أقعد أسودة ما قلت بتعيشي فيه أخر ما تقذلنا بجوالك ترك شاي مستعمد طيب رح يشتري بخاص ومع فيها العاق يا سلاك يا سلاك يا سلاك صباح خير قصدك مساء الخير تكنيك لي مع حق صباح الخير لأنا بعد الساعة ثاني وصل في الليل كيف خلاص وأنا وشي سويو تكنيك في حقت كثير حنا في الليل يعني مساء الخير مساء الخير يخوي ترى تحس المغرب بالعشة تشوف حمارة في السماء زي كده بس آآ الآن صباح الخير أوكي بس ما في شي اسمه ليل الخير يا صباح يا مساء لازم تختار أوه صح انت النظام القديم انت صباح الخير لازم فول وشكشوكة وكبدة وتميز وكده لا لا يا حبيبي حنا صباح الخير أكيد لازم هذه مشكاتكم يا تقنيات انت لازم تنظر جوال وكتشوف اي ام با ام عساس صدري وصباح ولا مساء موضوع موضوع شعور وإساس طيب أنا عشعوري وإساسي يقولي أنه صباح الخير كده الله الله شكرا يا شباب شكرا يا شباب شكرا 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 يا أخي مصلح جدا تنكل ده السباسات شان صباح الخير ومساء الخير بس لتنبك انتو سعوديين بتخطوا كل اشي بالشاي؟ هذا حركة معلماise واحد من عيال بلدك م送ري سию هاهاه؇ اذا مكثرانت تطليعات connections هاي علي لmesi اللي تعرف لشو القصة؟ انت كاش اخ ابي مرضى انا كم مرة قلتلك لاتكشخزي كده تلفظي للعنظار بتصديق حتى ابي مرضى حكتلي هيك؟ هو زيت الزاتون عارريق؟ فيش يحسم إنه يا رجل اه والله طبعاً كونا أشتغل كاشير الشي هذا يحد من حركتي يعني مربط في الكرسي ما قدر أسوي شي فيه حاجات كثير تصور في السوبر ماركت ياريت أقدر أصورها لكم بس عادي الشك والله الجاية أكثر على فكرة بالنسبة للأخ اللي يسأل فيه تعليقات كثيرة جاءت نفس السؤال هذا يقول أنت وراك ما تسلط على السيكوريتي يا جماعة أنا ما تسلط على السيكوريتي ما لي فيه هو اللي قدامي 14 ساعة والله ساعة يعني هو متعمد ينام وحسب حسابه ما غفى بالغلط يعني عنده شغل وشغل حتى هو نايم الرجال يعني قال لنفسه قال أوه الحين بقف الباب السوبر ماركت وأخذ لي غفوا عشان لاحد يقدر يزرق من غير ما أشوفه عموماً لا تنسوا اللايك والسبسكرايب على المقطع لأنكم تدخلون معنا على سحب على شوك بلاستيك وملاعق بلاستيك وعلى فكرة اللي ما عنده شوك ما ما يستخدمها يقدر يستبدلها بسكاكين بلاستيك من قسم بلاستيكيات الموجود عندنا في الفرع وثاني مرة لاحد يذب على خشم عشانه كبير أوكي سيو اشتركوا في القناة